هذا حساب شؤون روسية روسيا دولة أوراسية 75% من مساحتها في آسيا والباقي أوروبي حسب كلامه قبله شوي ولكن عدم اعتناق روسيا للإسلام جعلها تنعزل عن الشرق اعتناقها للأرثوذكسية أدى إلى عدم ارتباطها بالغرب فتنازعت هويتها الجغرافية والتاريخ والعقيدة هذا حاول سنختصر فيه التاريخ لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء معلقين الحين لا معلقين فيها عمق فلسفي آخر طبعا حساب المركز نقول عدم اعتناقها للإسلام عزلها عن الشرق لأن الشرق الشرق الإسلامي حاضرة إسلامية كلها لما تجي إلى بخارة رواية الحديث في المدينة سمر قد بخارة الإمام البخاري الإمام مسلم ترمد ومع إلى ذلك ترمد من ترية إلى آخر طبعا كان فيه مناقشات فيما بين الأرثوذكس والروس كانوا وثنيين أساسا كانوا وثنيين الروس كانوا وثنيين ما كانوا أهل ديانة وثم قدمت الديانة الأرثوذكسية من الكنيسة الشرقية من رومانيا فجاءت إلى دخلت إلى مناقشات روسيا كانت الحاضرة الإسلامية هي الحاضرة هي الحاكمة هي الموجودة هي البعد الديني فطبعا تروى حكايات أن القيصر طبعا روس كانوا معرفون بالشراب المسكر جدا يعني دائما في حالة سكر إلى الحين يعرفون بشيء يعني بس القصف تاريخيا يعني الرئيس يلتسنتظر له مقاطع شهير نعم طبعا في ثقافتهم وديانتهم الأمر عندهم فيها بابه واسع طيب الشاهد الشاهد لما ما يمكن تصبح وثني في حاضرات دينية ما يمكن حاكم وثني والحاضرات يا أرثوذكسي يا مسلمين كان هو ميال إلى الإسلام أكثر لأن الوجود الإسلامي أسبق أعمق أكثر أكثر منطقية أكثر واقعية ولكن أثروا عليها هذولا بأن والله الشراب محرم وكذا وكذا مع مبررات أخرى فأعتنق المسيحية فتحول المسيحية أعتنق المسيحية الأرثوذكسية الأرثوذكسية فتحول إلى إلى مكون سياسي مسيحي ديني فلذلك انعزلت عن العالم الإسلامي عن الشرق الإسلامي وانفصلت عن الغرب لأن الغرب كاثوليكي وروسيا تعتبر المكون الرئيس الكبير للكنيسة الأرثوذكسية حاليا طيب هذا الأمر إنعكاساته على المجتمع وشلون؟ المجتمع الروسي لا أصبح فيه تواؤمية لأن الروس الأرثوذكسي يعتقدون أنفسهم أقرب إلى المسلمين حتى من المسيحيين الكاثوليكي يعني بحكم الأصول الدينية لذلك يمكننا اللي سمع تصريحات بوتين الأخيرة لما تكلم أننا لن نعتدي على الغرب بعد بداية الأزمة ولكن إذا قصفونا نحن مستعدين الشجار كلمة قال لن يكون عندهم مقتل للتوبة لأنهم لا يراهم مؤمنين هو ما يراهم مؤمنين ولا النسيج والمكون الروسي لا يرى أهل طبعا الأرثوذكسي لا يرون المكون المسيحي الغربي مؤمن يعني عندهم تكفير طبعا شكرا